في بعض الامور يقتنع البعض ان المحتوى ملكه خصري هو من يقوم بانشاؤه ويحق له الربح منه ولكن بعد مرور الوقت والحصول على مزيد من المشتركين والساعات يتفاجئ اليوتيوبر انه ما بقاش تيوبر وان ده كله كان حلم فارغ هو من قام بحلمه وطلع في الاخر كبوس تعالوا مع بعض نبص على يزن يا متوحد اليوتيوب رفضوا تفعيل الربح بحسابي على الرغم ان كل مقاطعي القصيرة انا مسويها وانا راح اغير المحتوى واخليه طويل واحسن من الاول بس السؤال هو لازم اخفي كل الفيديوهات القصيرة وهل راح يتأثر الحساب انا بقول لك يا يزن بعد وصولك الى 109000 مشترك لن يتم تحقيق الربح الا بمحتوى خاص بيك ملكك ولكن انت حصدت ملايين المشاهدات من خلال الفيديوهات القصيرة وان حضرتك لما تمسح الفيديوهات دي ستؤثر على رينك القناة بالسلب واكيد يا يزن ستأثر الحساب بالسلب نيجي للكومنت رقم 2 لو سمحت اخي عايد اسأل حضرتك سؤال هو انا جبت مقاطع المجانية من مواقع ليس على حقوق حنتكلم هنا عن طريق المنتاج والرزق وان ممكن بنسبة 90% لأ 95% يتم رفض قناتك علشان كده انا بنصحك ان حضرتك تفكر في انشاء قناة نجحة دايما على اليوتيوب يا بيوتفل انيمالز نيجي للشخص رقم 3 أستاذ يوسف انا جاني رفض لطلب الانضمام الى بنامج شركاء اليوتيوب بسبب محتوى مقرر طبعا اعترف ان عندي خمس فيديوهات جايبهم من الفيسبوك ولكن واحد منهم هو اللي حقق الشوت فما عارف اتصرف ازاي ممكن نصيحة للأسف الشديد ما اقدرش اقول لك نصيحة و برضو هقول لك ان الفيديوهات دي انت جايبها كلها من بطولات يعني دي بطولة انت عارض بطولة بطولة موجودة على الفيسبوك وانت نشرها عندك فانت كده ما حققتش ما كسبتش ما اشتغلتش وما حلك سر طب الحل لأسف الشديد لابد من حزف هذه الفيديوهات والحزف سيؤثر على قناتك بالسلم برغم الوصول الى 27 الف مشترك في فترة قليلة جدا ولكن انت كسبت مشتركينك كلهم من الفيديوهات دي فهما لما يقول لك هما محتاجين الفيديوهات دي فلما تعمل الفيديوهات بنفسك هتتاجئ في الاخر ان المشاهدات بتبقى 78 44 65 وهكذا 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 لان هما متعودين منك على رتم محدد هما اشتركوا في قناتك من اجل الحصول عليه نيجي لك شخص التاني انا حقاة الشروط بس عندي انظرين هل اقدم للانضمام الى برنامج شركة اليوتيوب ام انتظر من وجهة نظري لو حقوق ملكية انتظر ده وجهة نظري لكن انت تقدر تقدم لكن لو ارشادت منتدى فسدقني مش هتقدر مش هتقدر اصلا نيجي للاخي انا اعمل صور موديلات حجابات طبعا المحتوى ده محتوى الصوري لا يحقق ربح وشفت الفيديو الخاص بيك لا يحقق ربح ويعتبر محتوى معادي استخدامه او محتوى مقرر بالاضافة الى المحتوى الاخر وهو الخاص بالتصميمات الخاصة بكرة القدم فانصحك برضو بلاش نيجي ليوميات ترند المشاهير ترند المشاهير محتوى لا يتم تحقيق الربح منه وان حضرتك تنشر محتوى مش ملكي ليك طبعا انت حقت الشروط في ظرف شهر ولكن الشهر ده كله انت ما استفدتش حاجة واخسرت بالعكس مجهود 30 يوم متتالي وعلشان تبدأ تحقق ربح لازم محتوى اصلي حصري ملكي ليك اذا سويت مقطع رياضي واسحب فيديو واقتطع اجزاء من فيديو وضيف فيديو واشيل فيديو وضيف في الاخر مقطع صوتي هل عمل عليكه طبعا ونشر اكيد طبعا وما انصحك بهذا المقطع اطلاقا هذا المقطع يؤدي الى اقاف الربح عن قناتك ولا يحقق ربح وممكن تاخد انظار في اي لحظة وكمان ممكن تاخد ثلاث مكالفات يتم اغلاق كمية القناة اللي تم انشاءها عن طريق الموبايل الخاص بك والحد هنا تقريبا انا وقفت ما عرفش ده محتوانا انا كنت انشر على قناتي مسلسل بدون حقوق واسع مساحة كل فيديوهات المسلسل وفيديوهات طويلة وبلشت انشر مقاطع قصيرة بس ما من تفاعل معاها مع اني لما كنت انشر فيديوهات طويلة قال حاجة كان يجيب مئة الف لان حضرتك حزفت فيديوهات وحزف الفيديوهات يعتبر سرطان للقناة بالاضافة الى البعد عن قناتك اللي اتنين دول انصحك ان حضرتك ما تعملهمش وكده انا ردت عليك 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 شكرا جدا لجميع كان معاكم اخوكم متوحد فكرة هذه المحتوات محتوات معادي استخدامها ولا تحقق ربح وكمان جايب لحضرتك دلائل لهزا المحتوات او هزي المحتوات من اخواننا اللي موجود عندهم القناة شكرا للجميع أخوكم دواحد فكرة في خدمتك دايما على فكرة شكرا